السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل ممكن أن دعائه لا يستجاب بسبب ذنوبي؟ تعالوا نعرف بس نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم نعم ممكن الدعاء لا يستجاب بسبب الذنوب أو بسبب أكل الحرام أو بسبب ظلم العباد أو بسبب عقوق الوالدين لكن الأمر إن شاء الله يسير وإحنا ذكرنا التشخيص ونقول العلاج بكل يسر وسهولة فالدين يسر بفضل الله فالذنب فعلا حاجز وحاجب بيننا وبين إجابة الدعاء لكن علاج الموضوع سهل جدا في أقل من دقيقة نعمل إيه؟ نتوب ونستغفر فلما نتوب ونستغفر يغفر الذنب ويقبل الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى الأمور دي كلها بفضل الله ممكن حلها في أقل من دقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى فليه ما ندورش على الحل؟ لا ندور على الحل لأن كل واحد فينا يتمنى أن يكون مستجاب الدعاء ليحقق الله أمنياته في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى طيب ولو كان الأمر أو كان سبب عدم إجابة الدعاء هو أكل الحرام بكل بساطة نترك أكل الحرام وناكل الحلال وتأكده إن الإنسان لما بيترك الحرام وبيأكل الحلال اوعى تظنوا إن الرزق بيديه أبدا لأن ربنا مقدر لنا رزق معين محدش هيقدر ياخدوا مننا أبدا وفي السماء رزقكم وما توعدون فمقادير الرزق في السماء وخزائن الرزق في الأرض فمن أراد أن يفتح مخازن الأرض فلابد أن يدعو من في السماء سبحانه وتعالى إذن فلو كان السبب في عدم إجابة الدعاء هو أكل الحرام لحل بكل بساطة في أقل من دقيقة نقرر نترك الحرام ولا نأكل إلا الحلال فيستجاب الدعاء طيب ولو كان سبب عدم إجابة الدعاء هو ظلم العباد إن فيه مظالم برضو بكل بساطة نتحلل من المظالم ونرد الحقوق لأصحابها حد كنا بنغتابه ندعيله ونستغفرله وقعنا بين اتنين بالسعي بالنميمة نصلح ما بينهم تمام؟ كاننا فلوس حد نردله فلوسه طب معناش نتصل به ونعتزله ونقول له هنقصط لك المبلغ كده بفضل لا يبقى كده تخلصنا من مظالم العباد فلما ندعي الدعاء يستجاب ولو كان عدم إجابة الدعاء بسبب أخوك الوالدين برضو المسألة تتحل في أقل من دقيقة روح أبوش إيد أمي وإيد أبويا وقلهم سمحوني قال من النهاردة خدام تحت رجليكم فلما يرضوا عننا فندعوا فيستجاب الدعاء وهم يدعونا فيستجاب الدعاء قدت بالكم إذن فالأمور حتى لو كانت كل هذه الأمور سبب لعدم إجابة الدعاء فحلها في أقل من دقيقة والدين يسر جمعاني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته